اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كروشي هنعمل مع بعض النهاردة واحدة شكلها جميل نبتدي هنعمل الدايرة السحرية بعدما عملت الدايرة السحرية هنعمل سلسلة بعد كده هشتغل جوه الدايرة 12 غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتنوشر اتنوشر كده اشتغلت الدايرة السحرية بعد كده ارتفعت سلسلة وعملت جوه الدايرة 12 غرزة حشو وعملت الدايرة بشكل ده كده وروح عند اول غرزة حشو وعمل فيها غرزة منطلقة هشتغل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة ده وهلف الخيط على الابرة مرتين وهروح في الغرزة اللي بعديها وعمل فيها غرزة عمود بلفها مش كاملة. كده اول غرزة عمود بلف الخيط وبطلع من حلقتين. وبلف الخيط وبطلع من حلقتين. كده دي اول غرزة عمود. تاني هلف الخيط على الابرة مرتين. وهدخل في نفس المكان اللي دخلت فيه وبسحب الخيط. وبلف الخيط وبطلع من حلقتين. وبلف الخيط وبطلع من كمان حلقتين. بيتبقى معي تلت حلقات على الابرة. بلف الخيط وبطلع من الثلاث حلقات مع بعض. وهشتغل اربع سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. واروح للغرزة اللي بعدها على طول. بشتغل فيها غرزة منزلقة. هشتغل تاني اربع سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هلف الخيط مرتين على الابرة. واروح للغرزة اللي بعدها على طول. وهشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بلفة مش كاملة. هنا انا اشتغلت اتنين غرزة عمود بلفة لاني كنت مرتفع اربع سلسل هتبرهم غرزة عمود بلفة. بطلع من حلقتين. وبلف الخيط وبطلع من حلقتين. بيتبقى معي حلقتين على الابرة. داني هلف الخيط مرتين على الابرة. وهدخل في نفس الفراغ واسحب الخيط. وبلف الخيط وبطلع من حلقتين. وبلف الخيط وبطلع من حلقتين. وبلف الخيط كمان مرة واطلع من حلقتين. كده ببقى معي تلات حلقات على الابرة. هلف الخيط مرتين تانية على الابرة. وادخل في نفس المكان. وباسحب الخيط. وبلف الخيط وبطلع من حلقتين. وبلف الخيط وبطلع من حلقتين. كده عملت تلاتة غرزة عمود بلفة في نفس المكان. بقى معي اربع حلقات على الابرة. هلف الخيط واطلع من الاربع حلقات مع بعض. بعد كده هشتغل اربع سلسلة. وهرح للغرزة اللي بعديها على طوله باشتغل فيها غرزة منزلقة. وهرتفع كمان اربع سلسلة. وهلف الخيط مرتين على الابرة. وهشتغل في الغرزة اللي بعدها. تلاتة غرزة عمود بلفة مش كاملة. كده اول غرزة. كده تاني غرزة. كده دي ديلة غرزة. بلف الخيط وبطلع من الحلقات مع بعض كلها. بعد كده باشتغل اربع سلسلة. وباروح للغرزة اللي بعديها على طوله باشتغل فيها غرزة منزلقة. وبافضل اكرر ان انا بارتفع اربع سلسلة. وباروح للغرزة اللي بعديها وباشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بلفة مش كاملة. بعد كده باشتغل اربع سلسلة. وباروح للغرزة اللي بعديها وبعمل فيها منزلقة. هكامل لاخر الدور بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. وصلت لاخر الدور وهشتغل اخر بطلع معاكو. وبارتفع اربع سلسلة. وبالف الخيط مرتين على الابرة وباروح للغرزة اللي بعديها. وباشتغل فيها تلاتة غرزة عمود بلفة مش كاملة. كده واحد كده التاني كده التالت تبقى معيه اربع حلقات هلف الخيط وبطلع من الاربع حلقات مع بعض وبعد كده باشتغل اربع سلسلة. واعفل بمنزلقة في الغرزة اللي بعديها. يبقى في كل دور كنت بارتفع اربع سلسلة وبعمل تلاتة غرزة عمود بلفة وبعد كده اربع سلسلة. هنا عملت بس تلاتة غرزة عمود بلفة هارتفع الاربع سلسلة. اتنين تلاتة اربع وهروح عند الغرزة العمود بلفة المجمعة اللي اتنعمود باتنين لفة المجمعة اللي هي في الراس. واقفل فيها بغرزة منزلقة. يكون معيه بالشكل ده كده. كون معيه ستة بها تلاتة واحد اتنين تلاتة اربع خمسة ستة. هنتقل للسطر التالت الدور التالت وبارتفع ستة واحد سلسلة. في نفس المكان بدخل وعمل غرزة حشو. وبعد كده بشتغل ستة سلسلة. وبدخل هنا في الفتلتين دولي اللي هم بتكونوا عن غرزة الحشو والسلسلة. وبشتغل فيهم منزلقة. كون ما بتكون معيه حلقة بالشكل ده كده. وبعد كده هشتغل ستة سلسلة. اشتغلت ستة سلسلة. واروح هندقف غرزة الحشو المجمعة اللي فوق هنا كده. وبدخل فيها وبعمل فيها غرزة حشو. كده تكونت معيه تاني حلقة بالشكل ده كده. وبعد كده بارتفع ستة سلسلة. وباروح هندقف غرزة الفتلتين دولي بدخل فيهم بتعود غرزة الحشو. وبعمل فيهم غرزة منزلقة. كده تكونت معيه تاني حلقة بالشكل ده كده. هشتغل ستة سلسلة. وباروح هندقف غرزة الحشو المجمعة من فوق. وبادخل فيها وبعمل غرزة حشو. كده بارتفع ستة سلسلة. وباروح هندقف الثلتين بتعود غرزة الحشو. وارتفاع السلاسل اللي هي بتتكون اللي هو زي حرف اليو. بدخل فيهم وبعمل فيهم غرزة منزلقة. وبفضل ماشي بنفس الطريق ان انا بشتغل ستة سلسلة. وباروح هندقف غرزة الحشو المجمعة وبادخل فيها. وباسحب الخيط وبعمل غرزة حشو. بعد كده باشتغل ستة سلسلة. وباروح هندقف الثلتين اللي هما متكونين من غرزة الحشو السلسلة اللي كنت بارتفاعها. زي حرف اليو. وبادخل فيه وبعمل غرزة منزلقة. وهرتفع ستة سلسلة. واروح لغرزة اللي بعدها المجمعة. غرزة العمود باثنين لفة المجمعة في البتلة اللي بعدها. وبادخل فيها وبعمل فيها غرزة حشو. وبعد كده باشتغل ستة سلسلة. وبعمل فيها غرزة منزلقة. وبارتفاع ستة سلسلة. وباشتغل هنا في الفتلزين دولي بعمل فيهم غرزة منزلقة. وبعد كده باشتغل ستة سلسلة. وباشتغل في اول غرزة حشو عملتها. بعمل فيها غرزة منزلقة. هتكون معي واحدة بالشكل ده كده. ممكن طبعا تسيبها كده وتشبكيهم في بعض. انا هرتفع سلسلة. وهدخل جوه الفراغ اللي انا كنت عملته من ارتفاع ستة سلسلة. هدخل فيه وعمل اربعة غرزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. اتنين سلسلة. اربعة حشو في نفس الفراغ. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. تكون معي بالشكل ده كده. بعد كده هروح عند فراغ الستة سلسلة ده. وهشتغل فيه غرزة حشو. وهرتفع خمسة سلسلة. وهدخل في نفس الفراغ الستة سلسلة في الاخر. وهعمل فيه غرزة حشو. بعد كده هنتقل الفراغ الستة سلسلة ده. وهشتغل فيه اربعة حشو. اتنين غرزة سلسلة. اربعة حشو في نفس الفراغ. كده اول حشو. كده التاني. كده التالت. كده الرابع. اشتغل اتنين سلسلة. وفي نفس الفراغ هعمل اربعة غرزة حشو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وهنتقل للفراغ الستة سلسلة. وهعمل غرزة حشو. وهرتفع خمسة سلسلة. وعند نفس الفراغ اللي هو الستة سلسلة ده هتخل وعمل كمان غرزة حشو في الاخر. وهفضل ماشي بنفس الطريقة. هدخل جوه الفراغ اللي هو ده. اشتغل فيه اربعة حشو. اتنين. تلاتة. اربعة. سلسلتين. اربعة حشو في نفس الفراغ. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وهكرر بنفس الطريقة. ان انا بعمل اربعة حشو سلسلتين اربعة حشو. وبشتغل هنا غرزة حشو. وبينهم خمسة سلسلة غرزة حشو بنفس الفراغ. وهكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل الاخر الدور. ووصلت لنهاية الدور. اشتغلت بنفس الطريقة هتكون معي واحدة بالشكل ده كده. هنا انا عملت غرزة حشو خمسة سلسلة غرزة حشو. هروح اقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو عملتها. وبارتفع. وبشد الخيط. كونت معي واحدة جميلة. شكلها جميل وجديدة بالكروشي. لو اعجبكم الفيديو او استفادتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.